وزيرة حضرتك تكلمت على يعني أول ما دخلت مارين معنا في التليفون قلت يدي صاحبتي مش بس بنتي واعتقد علاقة الخصوصية دي حضرتك ورستيها عن والدة حضرتك يعني كنت برضو أصدقاء حسب ما أنا ذكرت يعني وتبعت ودايما أفلى على نفسك هي مش هقولك أنا على قد ما أنا اكتماعية جدا 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 بس ليا جزء بتاعي حياتك الشخصية يعني ممكن الناس تعرفوا التفاعل معيهم منيش شخصية منعزلة على الإطلاق يعني شخصية اجتماعية جدا من وانا صغير لكن الجزء اللي قافل على نفسي ده بيبقى أنا زمين كنت زم حاجة بتقول كده عندي حياتي كنت ليا بكون نفسي أكتر أنا من أول بحب التفكير كمان سر النجاح يعني للأسف احنا مع التواصل الإلكترالي أكيد طبع النجاح نجحة وقدوة لنا كلنا بصراحة يا رب فعلا نكون نكحة لأن ساعات كتير بقولهم يعني مهما عملنا لما بتحسن الطريق طويل وشايف الحاجة من كل أبعادها فلما بتتقدم خطوة عشان يمكن معالي وزيرة دايما عينيكوا عن ناس اللي لسه محتاج لكن الحقيقة اللي بيتعامل مجهود كبير وكلنا بقينا بنالماسوا على أرض الواقع لكن وأعتقد ده المفترض يكون موجود في منصب المسؤول إنه دايما بيكون عينه على اللي لسه مخلصش على السيدات اللي عايزين نعمل لهم تمكين أكتر الأطفال اللي محتاجين نساعدهم أكتر يعني أنا يعني من حسب نفسي على قد الجهد لإني بقول لو بجيب أقصى جهد خلاص هعمل إيه تيني لكن هي اللي نفسي شوفه لا طبع نشوف حاجات كتير قوي أكتر من اللي أنا عملته وأكتر من اللي أنا بعمله وكتير أقول إحنا بنحط جزء في طريق وغيرنا بيكمل عليه لكن على أقل نعرف أن إحنا ماشيين في طريق الصح فيعني بدأنا وإن شاء الله يكون اللي جاي أفضل يعني والمردود على الأرض بيقولوا إحنا الحمد لله على الطريق الصح في كل يعني الوزارات مش هقول برضو يعني ما كونش منحز لوزيرة التضامن الاجتماعي فقط أكتر في كل الوزارات شكرا